مد أبو عمار الراقي المعالجي بالقرآن الكريم بمركز الرقية الشرعية للحجز والاستعلام يرجى الاتصال على الأرقام التالية 010 66 68 62 87 010 66 68 62 89 بحق إلهي هذا الكون وسر كتابه المكنون خلقت الداوى من مدوى ليهدي العاص والمسكول آيات تشفي كل عليل سناء الله في التنزيل غداء الروح وخير الدليل إداية خلق هذا الكون لأنس وجاء النزل القرآن أو اتضعف بالإيمان كلام الرأي كل زمان طريب القلب الإنسان لحق إلهي هذا الكون وسر كتابه المكنون خلقت الداوى من مدوى ليهدي العاص والمسكول بسم الله بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وأمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقبرة أعيننا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى أهله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم أيها الأحبة الكرام أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم الإسبوعي شفاء ورحمة وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم وأشكر لكم متابعتكم وحرسكم وأسأل الله جل في علاه أن ينفعني وإياكم وأسأل الله تعالى رب العرش العظيم أن يبارك في هذه القناة المباركة وأن يبارك في معلمنا ومعلمكم الشيخ الدكتور المفكر الإسلامي الدكتور الشيخ أحمد عبد وعوض أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظه ويبارك لنا في عمره اللهم آمين وأسأل الله العظيم جل في علاه أن ينفعني وإياكم وأن يجعلني وإياكم مباركين إلى ما كنا وأن يثبتني وإياكم إلى الحق وأن يستعملنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه آمين أيها الإخوة والأخوات الأفاضل أحباب في الله كما عودتكم أن هذا البرنامج يتكلم عن قضية العلاج بالكرآن والرد على المنكرين والمبتدعين في هذا المجال وهذا البرنامج من أهدافه أن يجعل كل المشاهدين رقاه بالكرآن وكيف أحصن نفسي وبيتي من الشيطان فالموضوع الذي نتكلم عنه اليوم من أخطر المواضيع التي عانى منها الناس كثيرا ألا وهو السحر فما هو السحر؟ يعني إيه سحر؟ وما أعراضه؟ يعني إزاي أعرف إني ممسوس أو مسحور أو محسود وهل ممكن يعني السحر يقتل الإنسان؟ ممكن السحر يفرق بين الرجل وزوجته؟ هل السحر يجعل الفتاة تتأخر في زواجها؟ هل السحر يمكن أن يؤثر في الإنسان بكل الطرق؟ فهذا ما يدور حول في هذه القضية في هذه الحلقة ونتكلم أيضا عن صفات الساحر وكيف أعرف المعالج المنضبط من الدجالين والمشعوزين الذين اشتهروا بين الناس أنهم من الدجاجلة؟ فهيا بنا لنعرف ما هو السحر وهل السحر حقيقة وواقع؟ وما الدليل؟ فأنا لا أتكلم إلا من الكتاب والسنة وأعلم جيدا أن أستاذنا الفاضل الشيخ الدكتور أحمد عبد وعوض حفظه الله أنه في هذا المجال الشيخ الدكتور أحمد عبد وعوض جزاء الله كل خير يعني تعلمنا منه الكثير وما زلنا نتعلم منه فهيا بنا نعرف سويا تعريف السحر يعني إيه كلمة سحر؟ إيه هو السحر؟ فالسحر عبارة عن رقى وتلاصم أو تعاويز كلام بيتكلم به الساحر أو يكتبه أو يعمل شيء يؤثر من خلاله في بدن المسحور أو قلبه أو عقله ولكن من غير مباشرة للإنسان المسحور يعني إن السحر كلام أو كتابات رموز معينة بيكتبها الساحر على أي شيء بحيث يؤثر على المسحور ولكن بقدر الله سبحانه وتعالى فالسحر منهما يقتل ومنهما يمرض ومنهما يفرق بين المرء وزوجه وما يبغد أحدهما إلى الآخر يعني السحر ممكن يموت ممكن يفرق بين الزوجين ممكن يعمل مشاكل بين الزوجين هل السحر ممكن يغير من الحال إلى الحال؟ ممكن ولكن بشرط أن يكون بقدر من الله سبحانه وتعالى أنا مش بخوفكم من المس ومن السحر لا ولا بخوفكم من الجن بس إحنا بنتعلم معراضنا عشان نعرف المسألة بالضبط وكلامي ده أنا عايز كل المشاهدين يبقوا رقاش رعيين وإزاي أعالج نفسي بنفسي فزي ما قلنا في تعريف السحر أن السحر حقيقة ولها وجود وواقع وزهرت أصاره على المسحورين طيب إحنا سمعنا إيه هو السحر وعرفناه معنى كلمة السحر إيه؟ طب إيه الدليل؟ قال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الإعراف في الآية 116 ركزوا معايا وجاءوا بسحر عظيم الكلمة دي يعني وصف الله سبحانه وتعالى السحر أنه عظيم ولو لم يكن حقيقة ما كانش توصف بهذا الوصف وفي كمان هناك من السحر ما هو خيال؟ إيه الدليل؟ قال الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم عن سحرة فرعون يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى في سلطها يعني يخيل لموسى أن الحبالة تسعى كالحيات من قوة ما صنعوه من سحر ويخلي بالك يا جماعة أن السحر لا يسير على واتيرة واحدة بل السحر متعدد الأنواع لكن أنواعه بترتبط وتتلاقى في عدة أمور لكن قبل أن أتكلم ونفسر أو نقول أنواع السحر الموضوع خطير أمر الكفر والضلال إزاي السحر بيعمل أشياء من أجل أن تتصل بهم الشياطين عشان يخدموهم لإزاء البشر ممكن يسأل سائل يقول إزاي ساحر يعني بشر يعمل أشياء يتحكم من خلالها على تصرفات الإنسان وأفعاله شخص آخر يقول إزاي يعني يأثر فيه ويخليه مجنون أو واحدة ما تخلفش إزاي فيا أحبابي في الله في الأول وفي الآخر كل شيء بيتم بقدر الله سبحانه وتعالى يا ما ناس معموا لها سحر بالفشل منقحين وبعدم الزواج ومتزوجين سبحان الله في البلاد العربية بيهتموا بالقبض على السحرة على الناس دي يعني لو أختي أو أخي راح يبلغ عن ساحر يقولوا إيه الخرافات دي سحر إيه وكلام فارغ إيه وجن إيه والناس كتير جدا ما تعرفوش إن الساحر بيهين كتاب الله كتاب الله يداس من قبل السحرة والمشعوذين فيه ناس كتير جدا تقولك يا عم الشيخ ده السحر ده كان زمان مش دلوقتي يقولك ما فيه شيء اسمه سحرة أصلا فيه ناس أنقروا أصلا سحر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا فيه تقرير إن شاء الله أحاول أجيبوا الحلقة الجاية عشان أوريكوا كفر وضلال السحرة والمشعوذين من أجل النساء من أجل المال من أجل الشهرة ليه ما يبقاش فيه مؤسسة في مصر يعني ليه الموضوع ده ما يبقاش ليه رقابة يعني في البلاد العربية أول ما يعرفوا أن فلان ده دجال أو ساحر فاجر فورا يتم القبض عليه طبعا فيه ناس كتير مش مصدقيني أن السحرة بيهينوا كتاب الله ويداس من أجل السحر أو من أجل الدجل والشعوذة السحرة القفرة بيعملوا أشياء والله أنا أخشى أن أذكرها على الهواء يعني إن شاء الله انقدر الله تعالى لي أنا هوريكم إن شاء الله حلقة جاية إزاي بيتم القبض على السحر وحوريكم برضو تقرير تاني شوفوا بيعنيكم بيعملوا إيه في كتاب الله عشان تعرفوا ماذا يفعل الدجالون والسحر المشعوذون لكي يتصلوا بالشياطين من أجل النساء والمال في ناس فكروا أن الأمر دا مش موجود هنا لا بالعكس والله الأمر دا موجود يعني أنتوا عمروكم سمعتوا أني مثلا مسكوا ساحر تم القبض مثلا على ساحر عشان بيقطع المصعف أو دسع مصعف لا أو دجال أو ساحر يتقبض عليه عشان أنا سبحان الله كأن الأمر لا يعنينا القضية والله خطيرة محدش يقول لي أنت بتقبر الموضوع والله القضية أقسم بربي أخطر مما تتصورون لأن القضية تصيب الدين والدنيا فأنا مش هيئس من الموضوع دا أني كل مرة أذكر الإخوة المشاهدين في الفرق بين الدجال والمشعوذ أنا أفضل أعرض هذه القضية لآخر يوم في حياتي لغاية ما يبقى لها اهتمام في بلدنا البلد اللي فيها مؤسسات تراقب هذه المواضيع يعني سبحان الله العظيم يعني أنا عايز أعرف البلد دي يعني أحسن من هنا في إيه كل يوم نكتشف شيء جديد من أجل الدجال والشعوذة والسحة وطبعا اللي يقول لك مفيش حاجة اسمها جن أصلا فيه ناس كتلك جدا بتنكر وجود الجن ويقول لك الجن استحالة يدخل بدن الإنسان طب إزاي يعني سبحان الله إيه الدليل الموضوع بقى سبحان الله يعني أنا خلاص تعبتي من الكلام في هذه القضية قضية يعني دخول الجنين في بدن الإنسان ما إني عملت مناظرات كثيرة وحدثت مناظرات كثيرة جدا على قناة الحافظ وما بنخرجش بنتيجة في الآخر يقول لك لا ده أي واحد مريض يبقى من الطب النفسي أنا لا أنكر للطب النفسي إن لكل ده إندواء يعني لكل مرض له الطبيب العالم به يعني سمعت أخي قبل كده دكتور طبيب نفساني بيقول إن أي حد من المشايخ يجيب أي حالة يقول إنها ممسوسة أنا مستعدة عالجه بالطب النفسي في 12 جلسة فأنا بقول على الهواء أي حد بينكر دخول الجنين بدن الإنسان أو الدكتور اللي بيقول مثلا أنا هعالج أي حالة ممسوسة بالطب النفسي أنت حضرتك بتقول بعد 12 جلسة أنا مستعدة وقت حداك وهجيب لك حالة ممسوسة والجن ينطق على لسانها أنت بتقول 12 جلسة أنا بقول لك أنا هديك 30 جلسة وأتحدأك ممكن اللي اسمعني يقول أنا بنكر هذا الأمر لا والله أنا لا أنكر العلاج النفسي في حالة كترة جداً بيجيلي بيوضيها الأطباء نفسيين فكل مرض له الطبيب العالم به فيه دا كترة نفسيين بيبعتولي حالات كثيرة وأحياناً على حسب الحالة أنا بقول إنك محتاج دكتور نفسياني فلو كل شيخ أو كل دكتور شخص الحالة بما يرضي الله قليل ما تجده من المرضى ولكن اليوم إلا من رحم ربي تلاقي إن همهم الأساس المال اللي يقول لك يعني أصلي كل المعالجين نصابين طب ما فيه برضو دا كترة إلا من رحم ربي بيقول لك أنت محتاج عملية ما بتبقاش محتاج عملية أصلاً وحصلت معايا أنا شخصياً أقسم بربي فيه دا كترة بتقول إن المواضيع دي كلها طرفات والله الموضوع في الأول وفي الأخر بسيط فيه بيشخاصه برضو الحالة خطأ وفيه نصابين وفيه ناس بتقول إن هي بتعلق بالكرآن فياريت يعني أي حد يتكلم من غير أدلة يعني يسكت أفضل يعني سبحان الله العظيم الناس اللي بتروح للدجالين الممشعوذين يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يذهب عنهم الجهل المغرب فقضية الدجال والشعوذة والسحرة فيه ناس تقول لي إحنا في إيه ولا في إيه البلد شوف فيها إيه وإنت بتتكلم في سحر وصحرة وجن يا جماعة أنا لو التقرير والله يا جايز أنا يعني للأسف يعني إن شاء الله الحلقة الجاية إن شاء الله هوريكوا إزاي السحرة بتتعامل بهينه إزاي كتاب الله من أجل السحر فإلى كل ساحر دجال مشعوذ لا يخاف الله وإلى كل من يزعم أنه يعالج بالكرآن وهو دجال نصاب رسالة إلى كل ساحر فاجر كافر إلى كل من يستغل ظروف الناس وأوجاعهم ويأسهم ومراضهم وطيبة قلوبهم وإلى كل من يدخل في هذا المجال بحثاً عن شهوة أو مال أو شهرة ونساء أقول لكم لا تكونوا كالشياطين الذين استقروا في منقع ومستنقع ولا يريدون الخروج منه بالله عليكم لماذا تفعلون الحرام فهذا يدين الله تراهم لا تعرف ألسنتهم إلا الكذب وأفعالهم إلا الحرام يوجد الكثير من المرضى أقسم بربي من يصيبهم الهم واليأس بسبب هؤلاء الدجاجلة فأين أنتم يا علماء الأمة يا علماء التوحيد يا حراس العقيدة أيها الساحر أيها المشعوز ما ظنُّك برب العالمين ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألا ترون لله عظمه ما لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا جعل لكم من أنفسكم آية تدل على قدرته وعقوبته ووحدانيته فأقول لكل ساحر لكل مشعوز والله أنتم في غفلة أيها الساحر والدجال والله ستقف بين يدي الله سنقف حفاتاً سنقف حفاتاً عراه سنقف حفاتاً عراه بين يدي الله فالندم ينفع قبل الغرغرة أما إذا بلغت التراق وجاء الفراق والتفت الساق بالساق إذا بلغت الحلقوم إذا بلغت الروح الحلقوم وعُرِجَت إلى الحلقوم فلا ينفع الندم فالندم ينفع قبل فوات الأوان فأقول لكل ساحر فاجر دجال استعد للوقوف بين يدي الله ماذا تفعل إذا جاءت جهنم يوم تتذكر يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم تتذكر أنك أكلت أموال الناس بالباطل والحرام وسحرت هذا وأزيت هذا وفرقت بين هذا وزاك فتب إلى الله واندم قبل أن تقول يا ليتني قدمت لحياتي انتبهوا فالساعة قريبة فيا أيها الساحر والمشعوز لماذا لا تخافون الله أماتت قلوبكم أم بها ساور وظلمة نكمل بعد هذا الاتصال وستزفطنا السلام عليكم السلام عليكم سيفطنا أنا أنا آسف طولت عليك تفضلي السلام عليكم سيفطنا السلام عليكم اسمعك تفضلي تفضلي طيب انت الأعراض اللي بتحسيها تانية يا فاطمة معي يا فاطمة الأعراض ويهو الأعراض اللي بتحصل معاك غير الأعراض دي يعني أنا خاطرتك هو بتتأمن بأبنك بتحديد منهم جملك في حد اللي معك لكي ما بتحصلش أنا كل الجيون جيزة سبيلة ببا ما شاء بتحملة طيب انت بتصلي يا فاطمة ولا جيزة وخانجة وبعد أبكي بتصلي يا ماما الحمد لله بتصلي يا فاطمة ولا نعم بتصلي الحمد لله ولا لا مواصب على الصلاة طيب خليك معاك في أخر الحلقة حضاري وراء وقلم هقولك برنامج علاجة تعملي جزاك الله خير جزاك الله خير يعني بتتخرب بيوتها بسبب السحر أو بسبب الدجل والشعوزة يعني قبل كده كان في أسوان أخي جالي بيقول لي أبوش إذاك لازم تسافر معاك دلوقتي احنا غير دلوقتي فيه 12 واحد ماتوا ف.. ماتوا ازاي طيب بيقول لي طيب نكمل هذه القصة وعلى ذرة س vampire السلام عليكم مين ازوز نادر والمزوج المحمز السلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم والتفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم بالAngelaine تفضلي وضع التلفزيون بس بعد إذنك فقبلت الشيخ استبداع غلي بك Har-Shar بعد ايضا كنت يعني بحثت شوات عراس كده وبتعايزة خاضرفك تقولي ايه نوع الحاجة دي يعني. قوليهم ايه المشكلة عنه. انا بتجينه ديك شديد في صدري. مم. وبحث ان المضايجة ومسكنوها من البيت مش عايزة اعيش فيه ولا عايزة اطلع وبرك مكان واسع وضعيد عن ديت. اهم حاجة اطلع من ديت وخلاص. وفي مشاكل ثانية مستمرها. طب المشاكل دي يعني. المشاكل ليها اسباب يا محمد? نعم. المشاكل اللي بتحصل في البيت ليها اسباب? ولا مشكلة صغيرة وتكبر? اه باسباب لا تذكر. اسباب ما يعني حاجة بسيطة اللي مجرد ان بس ممكن اشخد فعيل من عيالي او اي حي بسيطة اه يتذب عليا اه على طول اللي عمك. يعني بادم يعرفني. بتصلى محمد الحمد لله. وهو كمان بتصليين في البيت الحمد لله. نعم. بتصليين. بتصلي الحمد لله. والله اه اه اصابلت لي شيخ من قطع. يعني بصلي وان قطع. مش مه اه 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 احسن الصلاة يعني حاجة يعني صعب علي. طب اللي فعشن محمد. حضرة محمد بطرحيش بس الحد. وبالذات صلاة العسر والحاجر اه. اهم يا صلاة طيب ماشي. خليك ان شاء الله بس معي في اخر الحلقة ان شاء الله. هقولك على برنامج جلاجة يعملي. نسمة السلام عليكم. مستاذة نسمة السلام عليكم. عليكم السلام. اصفضر يا نسمة. عليكم السلام ازاي يا حضرتك يا بس زحب. الله يرضى عنك يا رب. ربنا يخليك. اه اني نحبك في الله. مزيك الله تصدق. بقول لحضرتك يا من شيخ احمد اه بعد اذنك. انا على طول بما مصحولي. يعني ليه تلفتي معي في البيت. اه فعلى طول بيترميلي حاجة زي الزيت كده صفرة. قدامها بالشقة. فما شافت ما جوزي يخرج ويخط من عليها. ايه. نبقى كويسين. نخط من عليها. نرجع نبقى اعمالين ناكل صباح. شفتيها بعينيك يا نسمة. وقل تلفزيون شوية وسمعيني عن طريق تلفون. حاضر حاضر. ماي. حضرتك ممكن تجيني حاجة. ان انا يعني عملها فانا رفت للنا شيخ قبل كده. اه. فقالي اني مسحولك مش عارس وعمله لي على ايه. فا. فانا اليس عاماتا يعني في المشاكل من الشاكل انا وهو. نعم. بيتصلي عرب وقت المرضى بسطح بردك كان بني والله كده. بتصلي الحمد لله? نا. اه الحمد لله. ما كنتش بصلي بس كلمته للشيخ احمد عبد العود. اول امبارح. نعم. وعطوا اللي انا هصلي. فبالتزنة بالصلاة بقالي يومين الحمد لله. طيب ربنا سبتك يا رب جزيك الله خيان. خلاص هتبص يحضري وراء وقلم. وانا اقولك على بردامج علاجة يا نسما ان شاء الله تعملي. هقوله في اخر الحلقة ان شاء الله. طيب. لو استاذ احمد. السلام عليكم. فضله احمد. الله يرضى عنك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل. اسمعك. المدان بتاعتي. المدان بتاعتي. بس لقيتها. انا دلوقتي من الخمسة ربطان. وانا رات تشوف كتير قوي. وبعدين برسو. بتجيزة عنك في البيت. وتهزى عجل وتخرج. وبتقول لي سالله. وانا بس ايه بردو مشاكل يعني بتاعتي اي حدث. طيب بدون ازباب ازوز احمد في ازباب? طب هي عايزة تخرج وتسيب البيت. اه. اه. طيب المشاياة خلتلك ايه? طيب المشاياة خلتلك ايه? او هي لما بتسمع الكرآن? طيب هي لما بتسمع الكرآن بيحصل الله ايه? طيب عملت برامج علاجية والموضوع زي ما هو? الموضوع بيزيد ولا طيب؟ معان ازوز احمد اصلا انقطع. طيب معلش او استاذ احاول اتصال منتين. طيب. ام الاستاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. افضل يا محمد. ايوة يا شيخ لو سمحت. افضل. انا الحرم سمحتك كويس. انا? افضل لي انا سمعك افضل. اه من فضلك يا يا شيخ يعني كنت عايزة اسأل حضرتك على يعني بالنسبة لموضوع الساحل الحضايك بتتكلم في. نعم. انا عندي اختي يا شيخ يعني 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 من حوالي يجي عشر سنين كده. نعم. كانت ما شاء الله زي الفل وكويسة ويعني يعني اه اه وشها كويس جسمها كويس كده. نعم. يا دكتور يعني اه او يا يا ستة الشيخ يا للأسف كل مالة كل ما ما بتتغير اكتر وتخص اكتر وتتعب اكتر. وجسمانيا بتتعب خالص. والحقيقة برضو يعني موضوع الاختباط ده بالنسبة لها. طيب. يعني سبحان الله ما يعني مفيش يعني. بصلاة محمد صلى الله رسول الله. هي ترفضه يا اما مثلا حد ييجي وما يحفلش نصيب. طيب صلى الله رسول الله. سمعاني. سمعاني. مرتبط بسحر ولا بحاجة ولا ايه. طيب. سمعاني كده يا محمد. ايه. بالنسبة للاعراض اللي هي بتحسي بها ديت فيه اسباب طبية. والله يا دكتور كل ما نكشف عليها الدكتور يقول لها انت ما عندكش في اي حاجة. تمام. راحت لحد يقرأ عليها? هي مرة راحت لحد يقرأ عليها من حوالي ستة شهور كده. نعم. ويا دكتور بقيت يعني انا انا عدت عاية على الوضع اللي هي كان فيه بصراحة. ايه اللي حصل? آآ قعدت آآ طلع عليها يعني يعني هي زي تخرصت كده. نعم. وتعاية جامس. وتخبط على اسنانها كده يعني زي زي يكون عايزة تتكلم بس مش قادرة. ده اسنان كراءة. اه لا هو بعد ما قرأ كده بشوية. تمام. وبعدين قعد يقول له ما ايه يعني طب ايه طب يعني انا فراحة يعني لما بفتكر اه اه انا عايزة اقول لها حطيك انا مش قادر اتكلم المنظر اللي انا شفت ساعتها. شفاية الله وعفاية. طب الشيخ قال لها ايام محمد. قال لها انت هان شاء الله تبقى كويسة وكده. لا قال لها عندك شيء يعني? اي حاجة لكن للأسف هي برضو نفس الحالة يعني. قال لها انت هتبقى كويسة وهي برضو. طيب. مفيش حاجة بتظهر عنها ولا حاجة. اه. بالوقت. الا من ساعة ما كان عند الشيخ ده. نعم. الله المستعين. طيب بصى محمد. نعم. ان شاء الله خليك معي في اخر الحلقة وحضر يا وراء وقلم. وانا في اخر الحلقة هقول برنامج علاجي ان شاء الله تنفزه واتكلمني الحلقة الجاية ان شاء الله. جزاك الله خيره. طيب. الاستاذ قدب السلام عليكم. الاستاذ قدب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. والفضل يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. اعمل يا باش. الله يرضى عنك. الحمد لله طيب. اعمل يا شاعة عمد. بخير والله الله يحفظك. يا شاعة عمد. اعمل يا فرسطينكم يا شاعة عمد. نعم. تكونوا فرسطينكم. ما السامع. هين فرسطين. تغطوا فرسطينو. ليه? هين فرسطين مشايخ. بس طبوتي التلفزيون شوية. واسمعني عن طريق التلفو. طيب حاضر. تغطي فرسطينة ازاي. اعم بغطي التلفزيون ما لا اسمعش حاضر ازاي طب. فضل فضل اصد. قولي. اكمل اسمعهم. انا دهين فرسطينكم. ليه طيب قولي. اعم. كل كل. مش كل الليلة. ده كل ساعة. نظام نظام نظام. سحر وسحر وده نظام ونولة وده والعلاجات. البشر هام ده. ما ازعلش بس. لا. انا اززعلان يا حبيبي. طب قولي ايه اللي مدايقك. قولي طيب. اه. من مين؟ قولي. قولي ايه اللي مدايقك. مدايق من انا شو كاته؟ مدايق من انا؟ اه. اقل ده يقولي علاج مش عارف عن السكر وده العلاج على الضغط. وده وبعض ان ده كلامة شهورة. انا اعتلم الشيخ احمد انا عسفايا بالاية. انا مش انا مستمع على فكرة خالص. طب جزيك الله خيرا. انا مش سمع مكوز والله. انا معرفتش هو محتر من ايه بالزبط او بيقوله مدايق مني او مدايق من الوضع. طيب. طيب مين؟ ام السوزة ايمان. السلام عليكم. ام السوزة ايمان. السلام عليكم. تفضلي يا استاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. والله يا شواطولتي الشيخ. انا بنتي من قبل ما تكريد تتجوز. كانت طبيعية جدا ومدشها اي حياك. نعم. بس لما تخطبت واتجوزت تعبت تعب جامد يعني وبقى يجيلها اسهال بدم كدة. وبقى بتتعب وقاله دا عندها تقرحات في القولون ومش عارف ايه وعملت لها حاجة من دي. تمام. وللسف يعني فعلا عندها حاجة زى كده. بس اه بعدها بقت بسنة وبتنان فده بدا يزر عليها اعراض تانية. اه جسمها يستمن بعض. وفأيام معينة في الشهر يغررت الشيء. طيب بس حدرتك مش الاعراض الايام العربية ومن المغرب لما للعيش كده طيب الاعراض دي مش اعراض طبية يعني الدكتور كان بيشخص المرض اه احنا عرضتها على دكاثرة وقالك ان ده عندها تقرحات في القولونة وخلص ومشنف الموضوع دي تمام تمام طيب ده ده يعني دلوقتي في مرض ليه سبب اه الدوخة والاغناء اللي بقى يجيلها المبالي المغرب والعيشة وبتيت عبقى يا فاطلت الشيخ بطروح كأنها ميتة ورشت وقدتها للواحد عالجها بالقرآن خد منها بايش سنف وخد مني جي تلاب تلاب جناه وقالك ما عندهاش حاجة وانت كويسة وجوزك هو اللي عنده وعملش غنبه وحط مية وريحة ومش عارفة او كلام من دي طيب هو هي طب بصي يا سيزان قال لها بنت كميلي كميلي قال لها انت انت فعلا شاردة وانت ملانة وانت عليك حاجات كتير ومنهم لله اللي ازينك هم مجرانك وانت عندك حاجة اسمها سحر فلكي والسحر الفلكة ديه هو اللي متعلق على نجوم ومش عارفة ايه وفعلا قعدت قجم منه وعينها متعلقة فوق في السنة وقعدت وقلها انت مش هتسلوك ولا هتعمل لها اي حاجة بس انها موت الجن اللي عليك وقعد يجعي ويعزم يعني هو مش عزم قال كلام مخيف يعني ولا حاجة طب بعيد عن الدجل وكلام ده يا استاذة هي دلوقتي لما بتسمع القرآن هي في اعراض هي مؤمنة جدا 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 في اعراض بتحس بيها اثناء سماع القرآن لا اما بتسمع القرآن وتشلش بأي اعراض خالص طيب نصيحة يعني من ابنك امي متوداش لمشايخ وان شاء الله هتحضر لي بس ورا وقلم نعمل برنامج علاجي هقوله في اخر الحلقة ان شاء الله تعمله وتقول لي الاخبار معها الحلقة الجاية ان شاء الله جزاك الله خير طيب انا كنت عايز اقول كلمة ستزقط بي بس طب حاضر طب حاضر اتفضل مين؟ الاستاذ حسن السلام عليكم اتفضل استاذ حسن اهلا بيك اتفضل حبيبي الله يرضى عنه اتفضل يا حبيبي اتفضل يا حبيبي بلتلك على مشوار الناس وعندنا زوجتي نعم كنت قلت يا حسن برنامج علاجي اتفضل كنت قلت البرنامج علاجي لحلقة اللي فاتت حسن؟ قلتلك على اشياء تعملها يعني؟ ده ما قلتليش قلتليش اتفضل جلم معلش كانت الحالة قصير شوية معلش هنقاسب اعتذلك حضر وراء وقلم ان شاء الله واعمل البرنامج اللي انا اقول عليه ان شاء الله سيد نادر ربنا يبارك فيه ذكرني بس اخر خمس دقيقة اقول البرنامج علاجي جزاك الله خالمس حسن تزعلش انا اسف طيب كنا استاذ قطبي انا كنت كان بيقول ان احنا توهنا في وسطيكو وكده انا بصراحة عشان بس انا مش متذكر الكلام احنا دايما في البرنامج دايما في البرنامج بقول يعني حتى تلاحظوا من الرد التاعي اللي اي متصل ربنا يحفظوا من رب بسأل عن اسباب طبية الاول احنا مش عايزين يا جماعة كل حاجة نعلاقة على المس مش عايزين كل حاجة نعلاقة على السحر فيه اخت تقولك انا كلام اقرأ القرآن ساعات بابقى احبة اسمع القرآن وساعات لا برضو مش كل حاجة شيطان لان النفس كده كده اصلا امره بالسوق والنفس ليه حاجة اسمها اقبال وحاجة اسمها اضبار فالعلماء قالوا لك لما تلاقي نفسك نفسك تقرأ القرآن اقرأ جزء اثنين ثلاثة عشرة يارب تختم المصحف لانه يجيلك وقت اتبقى مش عايز تقرأ القرآن فمش عايزين كل حاجة نعلاقها على الكلام ده اه فيه ناس ممكن كتير تبقى مؤيدة للبرنامج وفيه ناس معارضة يعني الموضوع ده فيه مؤيد وفيه معارض فيه يعني بيحط في طائفة الدجل والشعوازة انا منكرش ان فيه دجل والشعوازة وفيه نصب لكن برضو فيه علاج بالكرآن وفيه ناس محترامين فالامر سبحان الله عشان كده بص يا جماعة يعني سبحان الله العظيم برضو بنتكلم الكلام ونرجع نقوله تاني اللي هو ياريت تبقى فيه اسأل الله العظيم يعني ان تبقى فيه مؤسسة خاصة بالمجال دوت يعني زي السعودية سبحان الله يعني جماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سبحان الله العظيم اول ما يكتشفوا ان الانسان ده دجال يروحوا يبعثوا واحد يشوفوا بيعالج ازاي ويصوروه صوت وصورة مش ظلم بقى وفترة لا صوت وصورة ويشوفوا بيعالج ازاي ولو الدجال بيتم القبض عليه فورا طيب حاضر وسلم أستاذ أحمد السلام عليكم أستاذ أحمد السلام عليكم السلام الله وبركاته تفضل حبيبا سلام ورحمة الله وبركاته تفضل الله يرضى عنك تفضل وسلم طيب طيب الأستاذ الرادي من السعودية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل حبيبا تفضل أنا أجد بسافر ومع زوجتي في البلد نعم زوجتي معها نزيف كشفت عليها عند الدكاترة كتير وممفعش نعم وأنا جيت هنا السعودية من حوالي 21 يوم نعم عدت حوالي أسبوع كويس واليوم بقال 12 يوم تمام دوخة سخلية دماغة عدينة في أسباب طبية يا أصدراضي سخلية في معدة جامد طيب في أسباب طبية كشفت نعم كشفت أيوة أنا شاب أنا عندي 30 سنة لا كشفت كشفت طبي أيوة كشفت طبي ما عنديش حاجة ما فيش حاجة تمام تمام الله المستعين طيب عشان وقت الحالة يا أصدراضي الله يحفظك يا رب ويعافينا ويعافيك حضر وراء وقلم إن شاء الله هقول برنامج علاجي شامل لكل ما نبتلاه الله سبحانه وتعالى بالمس والصحر والحسد معناها أدي يا أصدر طيب إحنا هنقول بس سريعا كده أعراض من كان به مس أو صحر ونقول برنامج علاجي إن شاء الله ننفذه أي حد شاكك إن هو في مس أو صحر أنا هقول الأعراض بس عشان محدش يقولك يسمع الأعراض دي يقولك يعني لو سمعها هيقول إن كل الناس ممسوسة كل الناس مصحورة لأ إحنا بنقول دون تحديد سبب طبي بمعنى إن الأعراض اللي هقولها ممكن نلاقيها عند كثير من الناس ممكن يكون تعبان نفسية مرض عضوي بس اللي بيفصل بين المس والصحر والمرض النفسي القراءة على المريض يعني لازم أتأكد من عدم وجود أي سبب طبي طبعا من الأعراض أنا بقولها تاني ما يكونش فيه أسباب طبية طبعا الحزن والاكتئاب الإحساس بالاختناق وضيق التنفس الذي يفقد الثقة بالنفس الذي يلازمه الفشل في كل ما يقوم به عدم الإنجاب دون تحديد سبب طبي برضو من أعراض المس والصحر الشعور بالإنجراف إلى السلوك السيء التردد في اتخاذ القرارات الانطواء العزلة مع قراهية بغض أحسن وأحب الناس إليك الصدود عن المذاكرة أو العمل أو البيت اللي يقولك مثلا أنا دايما بحسك وكأن نملا يمشي في جسدي قراهية المنزل الزوج أختي تقولك أنه لما أدخل البيت أتخنق برا البيت كويسة الصدود عن العبادات الأخص الصلاة وتلاوة الكرآن أو الاستماع إليه من أعراض المس والصحر برضو التلزز والارتياح بقضارة الثوب والبدن والمكان زرع الشك في العقيدة نقدر نقول الكلام ده كله تغيير مفاجئ في طباع المسحور بمعنى من الحب إلى القراهية من الصحة إلى المرض من العبادة إلى المعصية من الفرح والسرور إلى الحزن والضيق من الحلم إلى الغضب وإلى غير ذلك وطبعاً جميع الأمراض التي لا يعرف الطب سببها خصوصاً الأمراض الجلدية والباطنية والنفسية وأنا لا أنكر الطب النفسي برضو من أعراض المس والصحر ألم في أسفل الظهر بصفة مستمرة دون تحديد سبب طبي ملاحظات كدمات بلون أزرق أو أحمر في الدراع أو الفخدين دون تحديد سبب طبي الإحساس بالخيالات أختي تقولك أنا عطول بحس أن حاجة عدت من قدامي أبص ما القهاش أسمع حدي بينادي عليّ دايماً برضو عدم التوفيق في الزواج برضو دون تحديد أسباب يعني ما يكونش فيه سبب من أسباب المس والصحر للأعراض الأرق، الألأ، التوتر، التقطع في النوم، عدم القدرة على النوم أصلاً النسيان بصفة مستمرة، سرعة الغضب، الدحك البكاء بدون سبب الصداع الدائم دون تحديد سبب طبي يعني باخد علاج وما فيش نتيجة وما فيش تشخيص من أعراض المس والصحر برضو النزيف المستمرة عند النساء دون تحديد سبب طبي المشاكل المستمرة بين الزوجين دون برضو أسباب غير مقنعة الإمساك المزمن دون تحديد سبب طبي ألم متنقلة في أعضاء الجسم دون تحديد سبب طبي الأحلام المزعجة اللي بيحلم بكلاب عزيكم الله قطط ثعابين ناس ميتة اعتداءات متكررة من قبل النساء بمعنى إن أخت تقولك أنا كل ما نام أحلم إن حدي بيعتدي علي وكأنه زوجي وأحياناً طبعاً بيظهر في الحلم يعني حدي من المحارم يعني الأب الخالي العم من أعراض برضو المشي أثناء النوم دون تحديد سبب طبي فنقول برنامج علاجي طبعاً أنا أنصحكم بسماء الرقة الشرعية للشيخ الدكتور أحمد عبد العوض يعني نسمحها قبل ما نام دي جميلة جداً ومؤثرة في أي حد ومسحور أهم حاجة بس اليقين في الله سبحانه وتعالى وأن أكون واثقاً في الله أنه هو الشافي والمحافظة على الصلاة وتلاوة الكرآن وعدم التهاون فيها نقدر نجيب سبع سبع لتر ماء نحط عليهم مسك إنجليزي ورق صدر ماء ورد نخلط الكلام ده كله في الماء ونقرأ عليهم الرقة الشرعية كاملة بعد ما نقرأ عليهم هنغتسل بالماء دوت سبعة أيام كل يوم أغتسل مرة واحدة الماء طبعاً مدلقاش في الحمام ممكن أركان الشقة يا إما زرع يا إما سطح أسمع الرقة الشرعية بصفة مستمرة الأذكار اليومية مهمة جداً أذكار الصباح والمساء أذكار النوم فطبعاً الكلام ده هنلاقيها في حصن المسلم نأكل سبع تمرات صباحاً أو نقوم النوم كده أكل سبع تمرات ويستحب أن يكون من طمر المدينة نبعد بقى عن سماع الأغاني والمعازف والكلام دوت والله العظيم الكرآن شافي بس العفة نحن حاول ما تكونش مصر على زنب وسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك أقسم بربي ستشفى ولكن خلي يقينك في الله سبحانه وتعالى نعمل إن شاء الله البرنامج العلاجي وإن شاء الله الحلقة الجاية أي حد فيه الأعراض اللي أنا قلتها وعمل البرنامج العلاجي يتصل بي إن شاء الله ويقول الأحوال معاه إيه لو عمل البرنامج العلاجي والموضوع زاد ده كده فيه شيء وده يبقى رد فعل لأن إحنا دايماً زي ما بقول إحنا مش بنحارب فيروس بنحارب شيء لرد فعل فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم من شرور شياطين الإنس والجن وألقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم الإسبوعي شفاء ورحمة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم من شرور شياطين الإنس والجن فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته حجز والاستعلام يرجى الاتصال على الأرقام التالية هذا البرنامج برعاية مركز الشيخ أحمد أبو عمار الراقي المعالج بالقرآن الكريم بمركز الرقية الشرعية للحجز والاستعلام يرجى الاتصال على الأرقام التالية 010-66-68-62-87 010-66-68-62-89 بحق إلهي هذا الكون وسر كتابه المكنون خلقت الدوى منه دواء ليهدي العاصي والمسكول آيات تشفي كل عليل سناء الله في التنزيل غذاء الروح وخير الدليل هداية خلق هذا الكون لأنس وجاء النزل القرآن أو الطعف بالإيمان كلام الرأي كل زمان طريب الغيب الإنسان حق إلهي هذا الكون وسر كتابه المكنون خلقت الدوى منه دواء الفتح فتح الله الفتح نور